ليتفضل مشكور أزاك الله خير يا أبو سعود وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى دائما طبيعة مجالسنا في هذه البلاد المباركة دائما نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم نقرأ بأمر الله سبحانه وتوفيقه جزء من سورة البقرة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة المباركة بثلاثة أحرف مقطعة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو إعجاز من الله سبحانه في كتابه الكريم وذكر الله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم لا شك فيه فهو نازل من الله سبحانه وتعالى وفيه هدى للمتقين لمن أراد أن يسلك طريق الهداية والتقوى والذين يؤمنون بالغيب أي الإيمان بالغيب يشمل كل ما غاب عن الإنسان من أشياء لا يعلمها ويجهلها ويتبع الله سبحانه وتعالى إيمانا به وإقانا بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون ويقيمون الصلاة ومن شروط الإيمان والتقوى إقامة الصلاة وأيضا إيتاء الزكاة ومما رزقناهم ينفقون وذكرت في هذه الصورة المباركة المعايير الإيمانية التي يجب أن يتحل بها المؤمن من إقامة للصلاة ومن إنفاق ويشمل الإنفاق جميع أنواع الإنفاق سواء كانت زكاة أو صدقة أو إحسان وكذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي ما أنزل إليك من وحي سواء كان قرآنا أو حديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكذلك وهم بالآخرة يوقنون أي متأكدين ومتأكدين أنهم بعد الممات سيكون هناك آخرة وقيامة وأولئك هم المفلحون شرط الله عز وجل بمن تتوفر في هذه الشروط وهذه المعايير أنه من المفلحين بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيك أبو سعد فتح الله عليك ولا فضفوك وجزاك الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع إنه على كل شيء قدير الحقيقة ضيفنا اليوم ضيف مميز والحقيقة أنا أقول هذا المنشد المخضرم الذي يعني مارس الإنشاد منذ بداية